طبعاً أنا أتكلم عن التعديلات اللي قدمتها الأول الحكومة تقدمت بتصور مالها أن تكون اللجنة تنتهي أو المادة رقم واحد أو البند رقم واحد إلى أن بصفة وفقاً للمرسوم الأميري رقم خمسة عشر تسعة وخمسين بقانون الجنسية الكويتي الأخوان أضافوا والقوانين المعدلة له هذه المادة مطاطة ومفتوحة تعطي عدم وضوح باشر حتى أي تعديلات على القانون ممكن يصير ممكن ندخل حتى الوافدين أنهما يترشحهم مع احترامنا لهم هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لبند الأول البند الثاني نتكلم عن تعديلات الشهادة الجامعية يجب أن تكون أسوة في الجمعيات التعاونية اليوم كل الجمعيات التعاونية يعني تطلب جامعي وانت بالمجلس الأمة إلى الآن